موسيقى وارتأيت ان ربما اوحي التاريخ افريقيا الكروي من خلال ذاكرة ونستالجيا ورحلة بحث في هذا التاريخ سابقا كنت تفكر في عديد الاسماء وربما تتبذر الى الدهن مجموعة من الاسماء كساموال ايتو دروكبا احمد فرس مثلا من مصر محمود الخطيب ولكن عليك رحلة بحث من خلال السوشال ميديا من خلال وسائل التواصل لربما تجد بعض اللقطات في مجموعة من المواقع ولكن ان توحد هذا التاريخ من خلال فيلم وثائقي اسمه انا افريقيا افريقيا تتغنى بابطالها بنجومها بمنتخباتها بحثت كثيرا في هذا الموضوع لان اقدمه بطريقة تختلف من خلال حكاية سرد هذه الام الافريقية التي عاشت المعاناة عاشت صعوبات كبيرة ارادت ان تتجاوز كل هذه الضغوط وربما هذا التهميش لتنطفض وكأنها تقول انا ربما اضحيت كيان كبير في كلامها كانت هناك رسائل كثيرة فعل وردة فعل حتى ربما كنا نسعى لان يتفاعل الجمهور مع قصة هذه الام التي وصلت للعالمية نعم نتائج افريقيا عبر تاريخ المونديال كانت مشرفة كنا نترقى بحلم ولكنه اجهض من خلال الركلات الترجحية في مونديال ساوت افريكا ربما تراجيديا في مباراة غانا واوروغواي انتظرنا سنوات لنار المغرب ينطفض يحلق حقق انجاز اعجاز في قطر وبالتالي جاءت اللحظة التي على افريقيا ان تتفاخر من خلال حكاية استثنائية لأسماء استثنائية لمنتخبات استثنائية الفكرة ولدت في العيون من خلال ابناء مدينة العيون فتحنا الفرصة لربما صغار في عمر سادسة عشرة من خلال محمد رياضة الذي تكلف بطرجمة هذا العمل هذا فيه اضافة بان هذه المدينة واللادة اتحدث عن مجموعة من الاشخاص الذين انتفضوا على نفسهم حتى ذوي الاحتياجات الخاصة من ابناء هذه المدينة شاركوا في هذا العمل وبالتالي كان هناك تلاحم ربما تجانس ما بين هوات ما بين صغار ما بين محترفين لنقدم هذا العمل هدية من العيون حتى يمتع العيون وربما يفاجئ كل من تابع هذا الحدث خرجنا حتى من الاطار الرياضي لنغوص في واقع دي دي دروغبا هذا الانسان سفير فوق العادة لمنظمة النوايا الحسنة كانسان يا ياتوري كيف حرب العنصرية وسجل اهداف النبل في مرمى العنصرية تحدثنا عن قصص لابطال افريقيا عن رموز عن اوكوتشا عن الانتفاضة الافريقية في هكذا مواعيد ان ربما تقلد الاسماء النيجيرية بالذهب في اولمبياد اطلنطا ان تحلق على حساب على حساب ارخينتينة باسماءها الوازنة هناك تحدي قاري رأينا سامويل ايتو دون العشرين يقود الكاميرون على حساب اسبانيا في نهايي لالعابة الولمبية في سيدني ذهب بنكهة اخرى جاء المغرب ليؤكد بانه استثناء في ظل هذا الانجاز لن اغوص اكثر حتى اتيح الفرصة مستقبلا من خلال عرض خاص وحتى فكرنا في موضوع السوشال ميديا سنجزئ هذا العمل من خلال الفقرات كل فقرة تحكي عن تاريخ بطل بربما لمسة بنكهة نبحث ربما الكوميديا موجودة المواقف الساخرة موجودة حتى نستاجيا من رحلوا نقف عند بعض المحطات في لغة صامتة تبعت برسائل كثيرة عبد مجيد الضلمي الاسطورة المغربية الذي رحل ابراهيم يوسف من مصر ستيفن كاتشي من نيجيريا نقف عند مارك فيفيان فوي الذي سقط في كأس العالم للقارات في فرنسا لن ننسى احد لان هذه الاسماء رفعت المشعل اذا افريقيا اسرة كبيرة تتحدث عن تطلعات ورهانات اكبر لان تتبوأ الرياضة وكانت هناك تساؤلات ماذا عن القادم افريقيا اؤكد بانه من خلال السنوات القادمة ستنقلب على كل ما هو عادي وترقب المونديال بتوقيع قرر ان شاء الله كان الشارع المغربي دائما بامال وتطلعات لينظم هذا الحدث العالم المونديال في الملاعب المغربية تتذكرون كيف كان فكر الملك الراحل الحسن الثاني كان له بعد نظر عندما رأينا المغرب يترشح لمونديال 94 كثيرون تساءلوا لماذا المغرب ربما ليس بالقوة الكروية الكبيرة ربما يفتقد ليبونة تحتية ولكن المغرب كان يراهن على اشياء كثيرة كانت في ربما ترشيحاته المتواصلة عديد الرسائل في اول مرة السفادة من اخطاء الملف هذا امر طبيعي انت تترشح عن قارة هذا شيء جميل جدا انتظرت اربع سنوات عام 98 جاء الترشيح الثاني ثم تواصلت رحلة البحث عن الحلم من خلال ترشيح ثالث عام 2006 والمغرب كان دائما بتلك التطلعات يقف عند التفاصيل الصغيرة والكبيرة في تلك السنوات كان ينمو المغرب اقتصاديا من خلال تبوء الرياض على المستوى السياحي قاريا تجاوزت الوفود التي زارت المغرب اكثر من عشرة ملايين في السنوات الاخيرة اذا هناك استراتيجية مع مرور سنوات هناك بونة تحتية فنادق المغرب اليوم نموذج على مستوى افريقيا بالنسبة للطرق السيارة واضحاء ربما مدرسة في هذا الاتجاه المغرب تحول لقوة اقتصادية ما نراه في طنجة من معامل تصنيع السيارات اجزاء تركيب الطائرات كل هذه المعطيات تؤكد بانه المغرب كان في رحلة بناء في رحلة صعودية على المستوى الاقتصادي الرياضي تنظيم كأس العالم للاندية في اكثر مناسبة هو البلد الاستثناء لانه نظمها من خلال عديد النسخ ثلاث نسخ هذا الشيء ربما يوصف بانه سبق كروي جاء المغرب عام 2010 الترشيح الرابع انتظر سنوات في 2000 لمونديال 2026 لم يحظى ولكن كان يمهد الغريب في الامر في الترشيح السادس ارادة الملك محمد السادس حولت الحلم لواقع هكذا رأت الجماهير ولكن من خلال وجهة نظر المتواضع لا اعتبر حلم لانه ما ضع حق وراءه مطالب المغرب من خلال رحلة البناء على امتداد كل هذه السنوات بعث برسائل لمن تساءل لماذا ترشح المغرب المغرب تبوء الرياضة اليوم وربما سيفكرون في تغيير فلسفة تعاملهم مع الاشياء وربما اضحت هذه الفكرة ربما نبراصا فكرة ترجمت لأرضية الواقع اكيد بان عديد الدول ستشير في اتجاه ما فعله المغرب لتبني هذا الحلم على امتداد ربما عقود لتحقق ما حققه المغرب بفضل ارادة ملك تطلعات شعب وطموح جماهير تحقق الحلم لن نغادر هذه الارض الطيبة لنبحث عن تذاكر في مدرجات في دول اخرى نعم العالم هو من سيزور المغرب واسبانيا والبرتغال واعتقد بان المغرب سيخطفى الاضواء من اسبانيا والبرتغال في ظل هذا التنوع الجغرافي في ظل ربما هذه التلوينة على المسوى الاقتصادي الموروث الثقافي ربما في اوروبا هناك عديد التشابه ولكن عندما تزور طنجة طنجة بفلسفة متوسطية تختلف عن فاس العمق التاريخي العاصمة الإسلامية مراكش أضحة عاصمة عالمية للسياحة يكفي أن ترى زيدان ترى ميسي ترى كريستيانو الرونالدو الذي أنشأ فندق هناك هذه رسائل للعالم بأن هذا البلد ينتفض على كل الأشياء التقليدية ليصنع التميز واليوم المغرب عنوان كبير ليس في إفريقيا اليوم المغرب أضحة مرجعية عالمية طبعا والإعلام الإفريقي عندما زار العيون فجأ بعديد الأشياء أولا البنى التحتية ربما المنشآت الرياضية حتى لا داعي لي أن أتحدث بأنهم وصفوا العيون بأنها أكبر من بعض العواصم الإفريقية لا داعي لي ذكر هذه العواصم ولكن في ذلك رسائل كثيرة هذه المدينة أكثر من قاعب مواصفات دولية نهائيات كأس أمم إفريقيا للكرة داخل القاعات كانت في هذه المدينة الأكثر من ذلك موضوع المسابح الأولمبية ربما العيون كذلك استثناء على المستوى القار لأنها المدينة التي تضم تسعين ملعب للقرب بالنسبة للقراءة المستقبلية بإمكان أي طفل أن يستمتع بكرة القدم وأن ربما يعيش انسجام من نوع آخر في ملعب بمواصفات أولمبية في كل حي هذا السبق الأكثر من ذلك حتى مسألة التأمين هناك من يتكلف بهذا الموضوع إذن أنت تقدم الرياضة مجانيا لكل من يريد ذلك ملعب معشوشبة بمواصفات رائعة جدا هذا يثبت بأنه من حضر للعيون من مجموعة من الإعلاميين أضحوا صفراء للمغرب تحول هذا المنتدى الإفريقي الأول لأن تكون العيون مدرسة قبل أسرة إفريقية تبادلنا عديد الأراء حتى بأننا خرجنا بأن نضع ربما هناك مجموعة من خلال جروب واتساب اسمه أنا إفريقية أليس في ذلك رسائل كثيرة يضم هذه المجموعة عديد الأسماء من إفريقيا واليوم نتبادل الأفكار الصور المكالمات الرسائل الصوتية هل رأيت منتدى انتهى بأيامي ربما فعالياته؟ المنتدى الإفريقي متواصل على امتداد الأيام والأعوام القادمة لأننا صنعنا الاستثناء وتحولت هذه الأسماء التي زرت العيون لتدافع عن العيون وعن المملكة من خلال الحديث عن هذا التوهج وهذا التألق وهذا الانفتاح لأن الكل شعر بأن المغرب هو استثنائي وما يتحقق على هذه الأرض الطيبة فيه رسائل لأن يتحول فعلاً المغرب لنموذج يحتدى عربياً قارياً تولياً وعالمياً قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابونه في العشين في براير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعية